اهلا وسهلا بكم في ديما لباس على قناة التاسع اليوم السبت 9 جان في 2021 حلقة جديدة عن برشا ضحك برشا جو برشا ضيوف وبرشا اكتواليتي بش انتبعوها معاكم نحب تحية كبيرة لأحسن العاسفين في تونس فرقة رياض بو دينار من ورين الليلة فما افراح ومناسبات يخليوا في حياة العبد اقوى ذكريات الصغير الكبير اللي في ارض بلاده واللي عايش خارجها ولا اللي قادم على فرحة العمر على خاطر كل مناسبة وقياسها وكل فرحة ومتطلبتها وعلى خاطر نمنوا بفرحتكم ونقرأوا حساب ميزانيتكم بو دينار ويدنك بلانر توفر لكم الفرحة اللي ما تنسوهيش كلهما والكل على قياسكم وفي راحة البال فريق من ابرز الحرافيين والمختصين في تونس لتنظيم بمتياز وكل ما تستحقوه بشتايشو مناسبة الاحلام فرقة اوغيونتال بنت اوكسيدنتال والجوحة فيلي تونسي قاعات وفضائت ديكور وتصوير جميع المأكولات والمشروبات وابرز النجوم والفنانين مع بو دينار ويدنك بلانر الرائد في مجال تنظيم الاعراس والحفلات اعيش فرح تحياتك وعلى قدم كنياتك ضيف من لول بش نبدأ به في بداية الحصة هو ضيف شاب معايا يكون نهار ثلاثة في المناثر فقط ونحب نزيد نتعرف عليه اكثر رامين لميمة اهل 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 الهل اهل 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 بزر تلاباس ستنى استنى يا نوف اش تعمل انت هنا لاحظة التبالبيس والعرك والفازات لا لا استنى علينا نضحك خاطر الشباب كيف يقولهم بابرين لا نهرت ليس نهار السبت باقي نتبع فى كده نهرت ليس نهار السبت باقي سنة تقبرك سمعني حان في بالك اللي انا كلموني قالوا لي امين مش نشط الحلقة ولا شكون شكون كلموني اخويا حن نخدم خدمة اخويا انا اخو هذي كدخلة فان ماستر نبدأوا في الحوارت نفعل محظر حواراتي محظر اموري محظر معهم اخويا انا في بالي يكلموني قالوا لي امين راك باش تنشط الحلقة انا ردني ثلاثة اللي فات غبت على روحي مريض شوية ورجعت اي انا اخويا كلموني شو ذنبي بي مش لي الحل بي من الخر شو الحل مش حل انتي متحبش عمل حوار اخر شو قولهم علي كلمتودي انا خان كامل حاستي عندي برشا ضيوف الليلة يستنوا فينا شو هو نو يقولي بركاج اللا حي امين اتجام انا اخويا لي نعرفوا كلموني قلو امين كنت Sciط الحلقة انت على بس وين هني النشط مريضا اين اشتغل برشا يزينه في العشرة سنين كاملين انخويا خلي نرفس ماذا معني؟ قل والله إلى فما حتى منشطي نجمي يعملوا جيزت هذا بالله أنا عندي خمسة ضيوف نعطيك زوز زوزة وباش ما تقول شي حايل باش نعملوا قرعة تشبد أنت زوز ضيوف تعمل وأنا نعمل ثلاثة اتفقنا؟ خنسأل الأولاد الفرقة الأولاد لا لا الفرقة هذيك معايا زوزة هاي لا إخوة ميسالش تختار زوزة ضيوف أنت بشتعب معهم الحوار ونعتذر للضيوف اللي بش نخليكم معا أمين عاما بشيخوا حواراتي عاودوها الجملا عاودوها نوفر موش نعتذر على الضيوف صح عليكم كلهم معا أمين خطر أنت ديما نزل عليهم أنا أخوة اللي بش نزل تكثر واحد جنتي به أنا بش نهز هزوا زي الضيف الأول الضيف الأول اللي صح عليه مش نرمال بش ناش معا أمين شكون فهمي الرياحي فهمي الرياحي توحشتوا عني سايف 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 أذي فهمي الرياحي تابعني أنا باه ولي لاشي نتقاسم مرحنا ملازم بيتين باه الضيف الثاني الضيف الثاني الضيف الثاني العباد مش فاهمين اي أنا يصيري برودو نفرتك كيكا نحب على برج وليتاش كون نحب برج ولي كان قلبي باية تتجي ناويل غشام ناويل غشام لا يمكن لا يمكن لا يمكن ناويل غشام سنة سنة مش ما يقولوش وانتي تعرفتها ناويل غشام مليح والله إنعرفها مالي صغير نحبها على الخناف وجرح قولها لها لما تخرج محب الماليسي هاني مش قولها لها وهو تنتستي وتنعملوا فوتن بعد شكونا نعمل حوارات خير آآ تخلنا في منافسة دخليني نبدأ حواراتي عندي لطفي ومريم توا نبدأ امور سياسة وكذا اي وجولة ومبعد نقسم الحوارات بحط عندك أمين لي مام دونك بشي ناشت الليلة معايا في ديمالابيس خليني الوراق متاع وكما شفتو بكل تفاهم وكذاب شناشت بصيف عليك بصيف عليك وكل وراق متاع يمان ما تمسوا مش بل يراني كي تفاهم حاجاتك أوكي يا مين نتقابلوا في خلح الحصة واضح أوكي تحياتك الصحة يالله جنجل نبدأ واليلة في ديمالابيس خي سبيسيالنا معاكم في ديمالابيس سعيد بش نستقبل صوص ضيوف نحكيو على حصة نهال الاربعة هذي آخرتها بصراحة قاعدة تحقق في نجاح وصورتو النجاح متاع ناس يقولوا انفان هاو ناس يعرفوا يحكيو ضيوف من المستوى مش كان اللي يعملوا البوز هاو البوليميكت نجم تكون محترمة والناس تتفرج فاهم مغير ما كل اسألة الديبيل ولا اسألة الاحراج الكبيرة بش نحكيو معا اللي ديكرو نيكرو بش نحكيو على الحصة هذي صوص علي باستقبل مارين بن مامي لطفي العمالي موسيقى مرحبا مرح أشرقت العنوار أشرقت العنوار سيلوت فيش نحوالك شفت الكرونيكور البهين اللي واحد ينجم ينكسبه مش خير من شاكيم الدرويش هااااااا نيش بلاي فريق أملش مايوقفها �� يعجبني فيها كي تلحمة كل مواضيع الصعيبة لايش بلادي دل أكيد نهار تحكيو على صدم حسين محاسيدا بشقول هذي يكون من ماريب من حسين هاااااااااااااااااااااااااااا موسيقى عديتها تلبس من لك히 سيبا ايه مسباق عليلود في العمائد ماي أحوالك ساعة كل عام انتي هيبخير ماريب من شاء الله ديما ناجحة ديما بتعلقش نحويلك حمد الله أنتي أحويلك شنحويلك لباس حمد الله لباس الحمد الله سيلوت في شنحويلك إن شاء الله ربي فرج على التواصل كله والله مع انت في أقرب لوقات وديما والله ساعتنا بديوا نخدمه المسؤولين على القنوات اللي أنا نخدم فيهم ساعتني طلبني قولينا فلامان شوية نرجي باي يزيو ملكوب يعطيو بوزيتيف عطيو نرجي باي نحن بالتعامل في بلاستي لا تأكدو نجمع الأنجي لا تأكدو نجمع الأخذ السعيدة أنا اعتقد أننا جمعتنا لانتعاملنا لأطعم حمد الله بعد سواء بعد ذلك نحب أن أتعلمك في هذه الحصول بالصلاحة نحن نتعلمك في هذه الحصول وكذلك عندنا قلنا برهين محبني وكذلك في شعر برهين مفجوع نحن بكثن أحنا بصيراً سيبرهين نعمل وفازات البوز وأحنو لا تتعرف أنكم برنامجكم إليه إذا رأيتكم أو ليس أحدهم بقوة هذا إذن أحدكم في向حبكم لا نعلم عن نوع من نوع من هذا الرضاق وفي أثنان أنك تتعرف نوع بعض التوشيء بالمترجم والمغير للتعرف أتحدثه لكما هو على حكم الأشهر لين نخدم برنامج هذا أنت أحدكم الأشهر لحكم بإنديه هذا الأمر جديد به ذلك هذه الأشهر لنبدأ أيخل وتعالى ماذا لا يعني معنى فما نحن творع أمر بلنامج وهذا يعني أنه أعطيت الّعید و ما في العّال إч Anch Zen Éc exaggerated النجم heraus ل 버�يد يعني أمر ten مطلوب إن هذا هو س ROSP كان يتمنى لحكب كماkäف عن الامع كما يبردت من النجم نحن نوار طورня أنا عند شنك لقد مرتب كانت وتصوير كارية هناك نقوم بتوير ملاك لقد قمت بتوير ملاك وأنا قد أتفعل كانت مجدداً و opposedيهة قد أتفرد أتفردي وأنا فقد اسمت أتفرد مع بعض المشأة لكنني أفكرت أنتهى وحديث عن الإخليات سيسسسة أ Ly learns مغن تفردي سيسسسساتك أتأتي بالمجد بالطبع كذلك عليك شكرا لدينا محبورة لدينا عملية وعندما قد طريق ليس كذلك وحثني أنني لم يكن من شخص في المدد لكني لدينا نعجب أن نعجب أن نعجب عن انتعبني من فترة أعلم أنني أفضل وأنا مع شخص جديد أتعلم أنني جدت أنني جدت محبورة والأخدقاء لدينا لقد أعلم أنني قلت لا أعلم أنني لا أعلم لا تزال من تعالضها فبالت ومن الزالجة لذلك لا تفهمت هل تزال في حالة الحالة؟ لا فبالتو ليس بمعرفة لا تزال في حالة الحالة حالة الحالة لديك في شخص هو أنه مخصصص نعم لذلك لا تفهمت لكن بعد يدعو يجب أن يقرأ أفكار ويضيف لي حاجة ماذا يمكنك أن نسألكم على الكوالي ما يهموش الحلقة تعمل بوز ولا تعملش أنا الحق نحب الحلقة تعمل بوز لطف أنا ما قلقنيش كان جاي بوز تلقائي موش مفتاعل لأن الكلمة اللي قلت أنتي هو أنا ديما عندي لونتين مسؤولية كبيرة برشا لأن الناس تتفرج فيك أعمار مختلفة مستويات مختلفة ديما تبقى عندك هكا السلطة الأدابية اللي تخليك تتحمل مسؤولية كاملة في الجملة اللي تخرجها في الكلمة اللي تقولها في الرأي اللي تعطيه دونك مهم تحترم الناس شكونا اللي فيكم ما يهموش رد تفعل الناس شكروه لذنموه يعبر على رأي وما يهموش اينا اوه أنا تعودت معنا اينا لطفي كان مابران ما ينقدوهوش يتقلق لطفي ريتوهوكي بالبوزع في التلفزة ويكشف حقائق وذيك واحد بالمية بالحقائق اللي يعرفها والله يقولينا نخاف ولا معنويات الناس خاطر توا بلاد تقريبا في حالة حرب تحت الصفر والحرب رأي معنويات انا ما نجيش مثلا نقوله خاطرين عندي سكوب كصحافي حاجة بعي اما تقولي تقول لا ربما ما فهم حاجات ما تقالش حفاظا على مشاعر العباد لانو نعرف الحرب هي اولا معنويات والتوان ستعبوا من الموجات السلبية واضح ورغم ذلك رايفان برشا موجات سلبية بارتو في كل البرامج بلا في تونس بيه شكولي فيكم يفرح بالضيف في الدنيا وفي البلاتوي تحاولوا يعافز فيه هاي هاي معتا لطفي في الدنيا تحكي معه نرمال وتفرح بيه عادي هو ضيف هاي تفرح بيه تغضني اجل فينا هاي السيفاد العبد الكيفي هاي هاي احكيلي من دخله له بسيفاد بسي فاع ابلي بس مرا حبيبي قريت الكورونا ج عملت فين لو ريتم ناجدنا وريت السيفاد اللي جبتولو قاوة جبتولو مهن جبتولو مهن بعد في البلاتوا انتي انت وذاك الشيخة ونسيت دروع لتقل حتى من عمل في سنة عشرية. ما هي مولي كلام تش بدمك وانت شانا في بادي اي 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 صحية صحية تش بدمك انت تفرح بيه كذيف لكن في البلاتو سيء ولينا نتحاول. ما هي من عارشة ليش تصدمت. انا. انا. اي شخص يجي نفرح بيه وهذا كذيفي مدام جبنيه هو تقضي لكي ذاكي يتعين بيه يا انا دي رابعا في السنة. اوه بھاباً امر او يا ام انا اتفاق realised انها في صورة انا انا اتفاقى وانت رادي او عيش موسيقى يتم تنظر انت حصلون اوه بحضور ان يتظر ان اوه برهين بساس منشط متوسط هو يوه مكانه متوسط أما عنده طريقة خاصة في إدارة الحوار ولا يكتفي بدور التنشيط بل هو متدخل دون أن يشعرك عنده ديما هاك الموقف متاع لاني هكا لاني هكا ويوزع يوزع يوزع ما يتورطش برهان وهذا مطلوب في المنصف وقت يتبدأ برهان ما هو القوة إنه عنده الباجاج عنده منين يصرف يعني أي دبايت حل يبدأ يدير فيه براحة كبيرة كل شيء صحيح تشبد له على الكورة على السفرج و هذا مهم في تكوين المنشط مارين جاهرابي لا تشكر برهان خاطر أي واحد تخدم معه تشكره لك لا 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 نشكر لكل واحد لا لا نشكر لكل واحد نشكر لكل واحد نخدم معه وكنتخير لا أما برهان بالحق تشبدو على الفن معاتها اللي دات الكل يشبدوها لا تشبدو عراب باليوم يشبدو لك زاد عراب باليوم يحكي لك معتا الفن تعالفين وعشريني معتا يدي سوبر كري وبرهان نعم لو سمحني الفرق بين برهان ونوفل وانا خدمت مع برشا وما دامنا نحكيه مع نوفل نوفل يمارس عليك برشا سترس برهان كأنك جاي بش تتعشى وتتروح يعني لا عنده ارتباط باللاكتواليتي لا 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 نبدو قاعدين يحوك راس ويقول لك وعنة الوزن فيتي هذو واحد اختصاصي في اللي بلونت ميديسينال لاخر عنده كتاب وسياسي معنا هي ناجم يشبدو لك منك قال البيجي اللي يرحمه من الحكم تعلها شي نورمال لو كنت تخدم مع نوفل وانا نعرفش معنا يعني جيب له أوباما تقول له رو سعيب بش يجي قل لك شوف حاجة مخير نجم ونجيبه مخير الفرق بين نوفل وبرهان وفيت نوفل عرفت كيفاش يعمل ياخذ نوفل فريمان مناشط يبدو عرفت كالي معتا يدسي دو كري معتا حاجة ها كابينتكم وكالشوفان محمد شوالي هاو مش لخزانة في كلمة يزيد كلمة وخاليكم بورهان فمو تحسوا مع بي بالكلام تحسوا كرونيكور تحسوا مع نوفل تحسروهاك في القطاع الخاص ومع بورهان تحسروهاك في القطاع العام شكل اللي فيكم يعتبر انو سعيد الجزيري كيجا انتصر على كرونيكوريت الحصة الكل انا ما كنتش حاضرة في شوف سعيد اراح ما كنتش حاضرة ونركفتقت لا، لا تتكلم بشكل كما تتكلمت ماري بشعبين نتكلم بطريقة أخرى، لكن ماري بشعبين كانت جريئة ما تتفرش شوي كانت جريئة جريئة ومش في المعنى أهلا، أبو شو نقول لك شنو المشكلة اللي ريتها في حيث تشعيد جاجيري وقلي صحيح ولا غلط فما إشكالية صارت معاك أنت لطفي العماري ما خليوكش تحكي على راحتك وهو ما خليكش ديستابيليزيك بمعنى هو يحكي وهذي قوته أنا نعرف هو يحكي وما يخليش يكون يقص عليه حتى يكمل موقفه الأخرين نحكيه وانتي وخاصة انتي وشوية مراد انتي بش تحكي تكي يجيك بعد دقيقة نص دقيقة دقيقة يشخشبلك بمعنى أنا حبيت نسمع موقفك ما عرفتش موقفك شنو وهذي الددول على خبرته في القوم مدام انتي جبت الحلقة هذيكة أنا من حيث المبدأ كنت ضد استضافة سعيد الجزيري لأنه أنا نعتقد إذا الإرهاب بش يصبح وجهة نظر يتناقش فهذه كارثة كبيرة في تونس وإذا بدو في لي معناها بالنسبة لي هنا واختي تحكي على الطفلة عمرها عشر سنين وتحكي عليها كما كينها وبالتالي لابد من تزويجها ونعرفوش معناها زواج القاسرات مزالت في مخ حكاية لبنية اليمنية اللي عمرها عشر سنين وخذولها شيخ عمره سبعين سنين هذه مواضيع ما هيش وجهات نظر مفروض ما تعطيش الفرصة للناس اللي عندهم الفكر هذا مش يطلقوا على المنابر التلفازية ويتحدثوا التكتيك اللي عمله سي سعيد الجزيري أنه كان معمل على الأساس أنه من خليكم مش تتحدثوا معايا بالكل انه يتكلم يقطع dziرجان دها 4 ساعة تجي يتكلم وينقص عليك ويزه ياخر 4 ساعة كانه وقت محصور قادME في المنطقة ذاتة ملو Jean Badaw mach time يزينا نعترفو أنتو عندو خبرة abilities يروب compounds check i find work ويعرف ويعرف Parent's Bring ingar يرغب ويعرف Eight easier بحكم الجملة والمحكم جلعة موضوع نياجحها البعبة الهوح modifications يملك ايه تم المنطة ويحكي على اللي كارت ويحكي 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 ومعناه وشفت الفرنساوية متاعه كيفاش كان التكتيك الوحيد متاعه أنه ما يخليكش تتحدث تكتيك حوار وحتى الكلمات اللي شفتوهم انتوما فيهم التيت ماهوش كلام زيد الشي اللي عملوا في الكندا موجود تكتب جزيري كانت داتا ويخرجوا لك وتشوف حقيقة سرا أنت وقت اللي التيت ما قلتش كلام زيد لجزيري لا ما نقولش عمري ما نقول كلام الزيد أما أنها تحط التيت ظهرت كأنها كلام زيد أنا عمري ما نقول كلام الزيد ولا نمس نسان في عرضه ولا في جميع ما تسمع عمري أنا قلت خرج من سينته وما قعد هذا الانتباع اللي حصله معناه أما فهمك الميت ميقانوش في الترف زنافل وانتي تعرف حاجة تكون أفضل لي هو كانت لعقال نعتذر على الكلمة وإلا كما قلتش انت تعتذر تقول أنا نتمسك بما قلته هو جاء بين البنين وحبي أعطيها قراءة أخرى وكأننا احنا ما نعرفوش معناها الجهاز التناسولي ولا الجهاز الدماغي هذا كلام كله يتقال حبي يهز نافي فيه ملتزمش بالموقف انتها شوف انتش اسمه الدكتور العفاس متى اعتلاف الكرامة وقت لي قال ما قال بقام تمسك وقال قلت ودافع على الكلام اللي بتبعت الحال احنا ما نحن بتفكين فيه بالكل معناه هو أكلي معناها أقوله أبان وجاء معمل على أساس نحتكر الكلمة وما خلي يكون مش تتكلموا للي طوفة الحصة اللي هي من لول نص ساعة اللي بخصة اللي هو ومن بعد هذا كان يصار معانتها بش نسلك سؤال ومريم كانت حابة تجيب عند الناس فهم جزء كبير من الناس لنك يقول لك هذا شيخ وانتي جاي ضده وكل بيبيت وكمال الكلام اللي قالت الضيفة الأخرى كان أوزي شوية وبرشة راو مش وقته في الحديث مع الشيخ معانتها فهماش كون قالوا غلبك فهماش كون قال خرجكم أعداء الإسلام كان يعني خرجتوا شوية في صورة خايبة عند لعبات فهماش كون قالوا جزيري غلب لطفي العماري وغلب مراد صغيدي وغلب كذا معتا خرج كان هو فائز مع العلم أنك يتحكي مع الشيخ وكذا متدين وكذا تولي كاينك ضد التدين وضد برشة حاجات هذا الانتباع اللي قاعد ساير واللي خلى أنه برشة مفكرين وأعلاميين ينسحبوا من نقاشات هذية صحيح وخلينا ناس كما السيد هذا يقول اللي حب هو فما حاجتيني اليوم في البلاد أما أننا نسحبوا ونخليوا الأصوات هذية أو أنك تقعد وتمارس ما يسمى اليوم بالمقاومة أنت بنا صيفة أسبغت عليه صيفة الشيخ مثلا حب نفهم هل أنه الشيخ هو الإنسان يتحيل عن الناس هل أنه الشيخ اللي بخلي معناها لا أشيق لك مثلا يتحيل لابد أنت قلت تتحيل يقول لك لابد من حكم قضائي بسجني موجود حكم في كندا ممنوع من دخول كندا حتى وكان يمشي بسجنة ديبلوماتيك اللي قاعدين يطالبوا فيه بعض النواب الشي اللي عملوا هاي كالي عقبته هاي مزال كالي عقوبة بمئة مليون مش هذا خارق معنا اخترق القانون منين جاتوا الشيخ والمشيخة والصيفة متاع رجل الدين هذا النوعية من الناس موسيقى لرجال الدين الحقيقيين لأنه ماذا هما هما اللي حولوا الدين إلى تجارة الريجال الدين الحقيقيين المختفين زادا بطبيعة الحال يعني وقتينتي تعطي المنابر الاعلامية للناس هذومة الناس الاخرين اللي نعرفوهم يا سيلوت في ناس الاخرين كان يعمل فيديو يوتيوب تونس كل تهمتا عليه زادا مختفين لا لا انتي ما تجيبوش سينوفل لأنه ما يعملش البوز لأخر أما الناس هذومة هما اللي يعملوا البوز وهما اللي قاعدين يحتلوا فالمنابر الاعلامية صحيح مرحبا بكلاي في ديمة لابس ناويل غشام ولا مايا شكون تستضيف هذي اخرتها نستضيف مايا لأنه ناويل عندها وانتظهر مايا توم عنديش انتظهر واضح نوردو ولا سلح مصباح شكونوا نور نوردو متاع عربوش تنتاري تاري رابور على الأخر غنية وعمل ركور معتا أكثر غنية شفوها التوينسة في اليوتيوب عام السناء عام 34 مليون نظالي سمحني منعرفوش سمحني معتا سلح مصباح سمحني منعرفوش سيد معتا معروف عام 34 مليون على اليوتيوب معتا وانا منعرفوش معتا غلطة منيين غلطة منيين بنتك تاج منكن تعرفوه نرمين صفار ولا فايزال ما حرسي ها هم جهور دفيراهم معنديش قلق بين نرمين وفايزا أي واحدة منهم احبابة انت انت توا مثلا الجمعة جاية شنو الممتع أكثر حروين حوار مع نرمين ولا فايز نجم تقول لي فايز عبالت مع برشحي ورات نكتشفو نرمين انا بش نستند على ميولات بورهان وقول نرمين وريسر يسر ماي عبر هين بسيط راشد الغلوشي ولا وديع الجري اه راشد الغلوشي بيسر في الياخردت تعرفو وديع الجري شكون ودعم للي بالحق شامنا عشو وديع جري بيسر امتع الكورة انا متع كود امتعكو جير جري حبي غلطك رو بيقول لك شكون وديع جري وديع جري نعفو امتعو 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 بيسر بيقولي شام وديع جري امتعو امتعو مريم مريم زوز اسألة تسألة مراشد غانوشي كي يجيك يمشي لول زوز اسألة هاي سؤال جي على بالك يا الله معتا لي ما اه مش 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 نجيو باري سوالي لا يفو ميطا سمعت سمعت مراتي سمعت مراتي مريم مجيو بش قدش عمراتي جيو براشد بي بي فوزي بن جامرا ولا السام فرا لوت في العماري تعرفوا سمعت نسمها بي يا σمعت فوزي بن جامره ك معناه مطرب مزود بصراحة ما علناش منهم برشة عبير موسي عبير موسى ولا شاكيب الدرويش في البلاتو انا عبير موسي شاكيب لي عبير موسي انا شو ما فان دشاكيب الدرويش الحق اتعرف اما عبير موسي تعجبني فان بها انا بالحق تعجبني عبير موسي بحق محمد عبا ولأ ماريم بالقاضي هايلي عاد ليش دموخي تاوي هل تفعل ذلك الوزير الداخلية المقال أو العمد تفيل مكي؟ شكون تحبتها مع حوار طوي وزير الداخلية المقال خزينا متاح اسرار الحمد لله جزي امجل نشي لانوس واله تهر الفيزع ولا كاميليا لانستغرام اوز لا تهر الفيزع بيانسر ده لوان ما رات لا انا اجل مرات فى كاميليا مع تهر الفيزع اه كاميلاج ايه 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 لا اريد صحبناها انا انا بحاجة هذا ليس مهلاً، إنه مهلاً، إنه مهلاً، إنه مهلاً، إنه مهلاً، إنه مهلاً. أنت تجيب وزير داخليه جديد ولا رئيس الحكومة المشيشي؟ رئيس داخليه جديد باش نتعرف عليك. والله هو رئيس الحكومة. قبل ما نمشي وفاصل عندي زوز صور. أول الجمعة أحيينا ذكر أحداث الخبس 3 جامعة 84. باش نوريك تصويرها ونحبك تحكيلي عليها قبل ما نبدأ الحوار معناتها بعد شوية في الجزء الثاني. شكور في الصورة. مريم أو لنا؟ أنت لطسي. أتمر كل عليكم كجبت السورة. طلع شكون مريم. على اليسار. بي. سيوسف الورغي. شكونوا يوسف الورغي. ليه ليه ليه. لا يعرف حاد. لا يعرف حاد. هنا من الموش علينا. ليه 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 لمش لسرعة. شكونوا يوسف الورغي. هل تملك موش عليكم السريقي؟ سيكون مطالبا يقول في عمرين سيكون مطالبا هذا هو سورة البيب سورة عزيزة برشاك عندما تترك في شبكات التواصل الاجتماعي جميعًا جميعًا اتتترك في شبكات الاجتماعي بعد ذلك بعد ذلك كيف أعمل لك الدكلاراسيون الشهيرة؟ نرجعه وين كنا؟ ما قالش نتراجعه قال نرجعه ما قالش للقبح ومشتقاته قال السميد والخبز والمكرونة بكل لغة اللي فهمها التوانسة فصارت احتفالات مقتها في الجمهورية كل في الكيف اللي هنا بابا يوسف الله يرحمه قدام قهوة الدينار قهوة كانت شهيرة برشا في الكيف تاو ما عادش فهذا في طهر الاحتفال الناس الكل هزت الخبز كرمز لعودة السعر قال حقيقيا الخبزة فنشكر كبيرش على التصوير هذي الخبزة دي ككيلو وبمية كانت كيلو الخبزة خبزة بكيلو ليه بثمانين يظهر لي خطر نتفكر وقتها لغنية يا بورجيبة نرجع الخبزة بثمانين بثمانين من بعد ولت به علش ابوه الورغي وهو العميري خطر كان اسمك لطفي الورغي سنة سنة سابتدائي كتبت لطفي الورغي جايك المعلم قالك نحي الورغي وردها لعماري المدير المدير سيلغزال كانوا حياء شاء الله ربي طول في عمره وكانوا متوفي ربي يا رحمه ليانه من اروع معرفة في حياتي يعني هو مدير ويقرر فينا احنا في السيزيان ويبدأ عنده اجتماع نهارت كما نقوله الاثنين ما يقولناش ما تجيوش يجيبنا يعطينا دي دوفوار يمشي يحظل الاجتماع ويرجع يسلحنا لدوفوار الجيل كامل متاع مدرسينا شاء الله ربي شاء الله ربي خاطروا كانوا حبوا يقضيوا على العروشية قلت له انا شنوه اخياش مدخل هذا ما فهمتش انا قال لي لأ تحط لعماري بعد بتبعت حال عائلة كلها ولات عماري لانه عرش ورغة وقتي في القسم تقول الورغي ثلاثين واحد يزيده وذي كان زيدك عند عند الشورنة وعند الزغلم وعند العروشات الكبار فبرقيبة وقتا في تار مكافحة العروشية فككها شوية وعطاء القاب انا درخالي مثلا تبقى عندهم ثلاثة ولا اربعة القاب واحنا بمشينا من ورغي انتقلنا ولينا العماري باقتراح من المدير لا 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 جراح ذاته الدولة والمدير طبق نلقى روحيانا ستة سنين نقرأ بلقاب الورغي في الورقة متاع السيزيام وقتها المناظرة متاع السيزيام يزمك تحط تعرف هو اللي يكتبهولي اللقاب وخليه تكتبهولي وكيدا نجحوا في السيزيام تحبط في الجرائد في الصباح في بالك كيفاشة تشري جريدة الصباح وتقرأ قائمة النجحية يا حسرة باي اخر صورة قبل ما نمشيوا فاصل صورة اول مرة باش تتعدى هذي بيدا اول مرة ليالة زادة؟ اي شكوني هذي؟ كان البال سوربريز هذي عز مرأة عندي في الدنيا اللي والاسف رحلة مبكرة انو مش بعتش به امي جميلة الله يرحمه جميلة نصيب كان توكسي ليرد صنطيف سبيتار الكيف مرأة مناظمة كجيلة متاع الامهات اللي نذروا حياتهم لصغارهم ولعائلاتهم وتحملوا اللي معاتش تهو الناس تنجم تتحملوا فنشكرك برشة برشة عالتصويرها هذي ماذا تذكر كليم؟ قالت ولك ذكرة حكاية؟ يعني انا تذكر وقت كانت تخرج الصباح تخدم وتحل الباب ساعات في الكيف الشتاء ومثلج الباب ما يتحلش نهار انا معها ندز معها في الباب وانا كنين حب نرجع نرقد وهي بش تمشي تخدم لكن قبل ما تخرج تخدم تكون في الكوجينة بش تحضر الفطور متاع نص نهار بش كنروحوا واحنا ملقرايا نرقاوه فم مفطور سخون حاضر وهي في الاثناء تمشي تخدم في السبيتار الجيهوي بتاع الكيف فالمرأة ذي مقساتي معها اني مش بعتش بها كانت ديما عندي احساس اللي بش يجيه الوقت ونقعد ومبعضنا ونحكيه ومبعضنا ونبوحلها وتبوح لي نعنقها وتعنقني وقلها انا قداء نحبك مجتنيش فرصة انا في حياتي هاني بش اقول لامي راني نحبك ولا نعنقها وإلا مبوسها رحلت فجأة والتوى عندي شعور كبير بعناها بالضيم وبالندم اني ما شبعتش بها امي معناها ومشيت ورب يرحمها ويرحم الامهات اللي مشيها ويطول عمر الامهات اللي موجودين ورغم تولي يتيم كان وقت يتمشي الام فرجاءً الامات اللي عندكم حطوهم في قلوبكم أشبعوا بهم وهكم تروا فيها الدنيا والتمر هنا في فيروس بلس كميتشافش مرسينا وفلا ساماببكو تشي كذيش عندها مليتوفيت سنينة سنينة يعني حضرت عرسي ومبعد توفيت رب يرحم عليكم كذيش عندها انت بخير مرحب عليكم هدية جميلة بارشة نشكرك نحن نعرف نحن نحن نشكري كيفاش دبرتها ولمني أجبتها نعم انا خاطر انا خدمت بارشة مع لطفي نعرف الكوتي ذكالي فيه انا خاطر لطفي مش خدمت معها التورناج معتها في البيرو كل يوم مع بعضنا متعب سراح انك تخدم مع أستاذ كبير كما لطفي العمار يالله فاصل وبعد بش يبدأ الحوار مع مريم